ودي على مر التاريخ العصور والتاريخ المصري بنشوفه وشايفينه من أيام وإحنا جيين من عهد دولة بالكامل منذ مصر ألاف السنين وبداية مصر الحديثة ومحمد علي والتجديد اللي حصل والتطوير اللي حصل وبناء القوات المسلحة والترسانة الإسكندرية ومصانع الحديث والتحديث والتوسع في الأرض الزراعية والقناة الخيرية أو القناة يتعامل أو أي أول مرة يتعامل عندنا سدود قناة الخيرية اللي عملها محمد علي 1829 يمكن أو 28 والتوسع بعدها الأراضي الزراعية اللي كانت 2 مليون فدان نقلهم في خلال 10 سنين مليون كمان مليون واحد من عشرة بقوا 3 و1 من عشرة مليون فدان في 1833 نقلنا النقل دي بكلمكم على حاجات نقل الجيش تحديث الجيش تجنيد المواطنين مصريين جيش المصري وبناءه إزاي وحدات الجيش المصري بدل ما كان زمان بيعتمدوا على السيوف ومش عارف الدروعة قالك لا نلغي ده ونبدأ في منظومة حديثة راح جاب خبراء عسكريين بكلمكم تاريخ من النمسا من إيطاليا من فرنسا من روسيا يضربوا جيش يتعامل أول معسكر في أسوان مصريين 40 ألف مع السودانين أول معسكر ثم معسكرات أخرى وبدأ بناء الجيش المصري مين؟ كلم على محمد علي كلم على محمد علي ثم بنى المراكز العسكرية مناطق مختلف بدأ تحديث ده واتنقلت مصر طول مصر بتبقى كده وبناء الدولة اللي احنا النهاردة بنتكلم على الجمهورية جمهورية جديدة تعمل فيها إيه؟ تحديث القوات المسلحة تاني بقول لحضراتك اهو شوف أنا بكلمك محمد علي عمل إيه؟ النهاردة الرئيس عمل إيه؟ أو بيعمل إيه؟ محمد علي كان مهتم بالصناعة والزراعة اهتمامه وركز على الصناعة يكون عندك صناعة والصناعة سقيلة حديده الصلب وغيره وتصنيع عسكري محمد علي اشتغل على ده؟ وزراعة بقول لكم عمل مليون فدان في عشر سنوات طب النهاردة بتعمل إيه؟ الرئيس بيعمل إيه؟ أول ما جاء بتعمل إيه كل اللي بتعمله تكلم على تحديث قوات المسلحة الأهم النهاردة والأقوى النهاردة بقواعد عسكرية بمراكز استراتيجية بمراكز القيادة والسيطرة بتحديث أساطيل بالكامل بنتكلم على جو قوات جوية بسم الله ما اشاء الله أحدث المقاتلات الموجودة عندنا اللي هي متعددة المهام الجيل الرابع ولaccept الجيل الخامس حاجة ما كانتش عندنا طبعا عندك أحدث شيء النهاردة موجود من الدول المختلفة قوات البحرية بسم الله ما شاء الله لدينا التحديث الكامل قوات البحرية الدفاع الجوي بسم الله Heat ما شاء الله حدس ولا حرك بدون تفاصيل اللي محدش يعرف كتير في الدفاع الجوي ومش مهم المشاه كل الأسحة كل أسحة قوات المسلحة بقت النهاردة كلها مدرعات النهاردة عندك ايه الصعقة او المظلات او كل الجيشنا العظيم في كل مكان بقى النهاردة في كل مكان عندك القوات وعندك الاحدث انواع في كل شيء في كل شيء منظومة تسيح العسكرية بقت موجودة عندك النهاردة النهاردة بناء الدول بيبقى كده اشتغل على استقرار البلد وامن البلد وسلامة البلد عندك وجهنا حروب وجهنا ارهاب وجهنا تعديات وبنعدي وبنعدي وهنعدي ان شاء الله بإذن الله بس كل ده احتاج مننا وقت واحتاج مننا جهد واحتاج مننا يعني تكاليف باهزة تكاليف كبيرة جدا اتدفعت على مدار عشر سنوات ولكن عشان نبقى بلد عشان ايه؟ نكون بلد بلد قدام العالم كله تبقى النهاردة تكلم كدولة لديها كل الامكانيات وديها القوة الشاملة مصر النهاردة تمتلك القوة الشاملة القوة الشاملة اللي هو كل شيء في البلد ده هو عنوانه القوة الشاملة موجودة لدينا النهاردة ما كانتش عندنا في 11 و 12 ما كان عندنا ما كانش عندنا الكلام ده عمل وصلت النهاردة لكل اللي احنا ممكن بنشوفه بعد شوية وهنتكلم عنه بعد شوية وكل كل شيء سات الرئيس النهاردة عمل اجتماع مع دكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الزراء مشهر عمر مروان وزير عاد دكتور خلع بفار وزير الصحة رئيس النهاردة بيتابع كل شيء يعني ما فيه ملف إلا رئيس بيشوفه تفاصيل نهاردة وزير الصحة دكتور خلع بفار